وأعلن مسؤولنا كوريون أن تسعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم عند منهار مبنى من خمسة طوابق يجري هدمه فجأة متسببا بصحق حافلة في كوريا الجنوبية وأظهرت لقطة تلفزيونية الحافلة وهي مدفونة تحت الركام وسط سحابة ضخمة من الغبارة وقد صحق هيكلها وكانت الحافلة التي توقفت أمام المبنى تقل سبعة عشر شخصا عندما وقع الحادث في مدينة جوانجو في جنوب غرب سيولة وذكرت وكالة الأدفاء الوطنية أن تسعة ركاب قتل وأصيب ثمانية آخرون بجروح خطيرة وأضافت أنه كان قد تم إجلاء جميع العمال من موقع الهدم قبل الانهيار ولم يعرف على الفور سبب الحادث الذي قالت السلطات أن الشرطة فتحت تحقيقا فيه وأكبر كارثة في زمن السلم شهدتها كوريا الجنوبية في 1995 عند منهار متجر متعدد الأقسام أدى إلى مقتل خمسمائة شخص موسيقى 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 موسيقى